إخراج الأمريكيين من العراق أمنية صعبة هكذا ترى لجنة الأمن والدفاع النيابية ويؤكد عضو اللجنة النائب وعد القدو أن الاتفاقية الاستراتيجية التي أقرت قبل سنوات تعد مسارا لإدامة الاحتلال ذلك بسبب تضمنها أدوات الضغط بهدف إبقاء العراق ضمن نفوذ واشنطن زعيم حزب الدعوى نوري المالك عراب الاتفاقية الأمنية مع أمريكا والتي لطالما وصفها بأنها نصر أنها الاحتلال قال إن دور القوات الأمريكية في العراق تجاوز الصفة الاستشارية وأصبح يهدد دول المنطقة متنصلا من مسؤولية منحه تلك القوات قطاء يتيح لها تنفيذ ضربات وفق الحق الدفاع عن النفس داخل العراق بحسب المادة الرابعة من الاتفاقية أما زعيم ميليشيا بدر هادي العامري فقد هدد ضمنيا بفوضى أمنية عارمة تضرب العراق بحال لم يحدد جدول زمني لخروج القوات الأمريكية السوداني سبق وأكد لصحفة وولستريت موافقته على بقاء طويل الأمد للقوات الأمريكية في العراق وهو تصريح كان على ما يبدو عربونا مقابل قبل واشنطن لترأسه لحكومة تضم مجموعة ميليشيات مرتبطة بإيران حاول خلال لقاء جمعه بنظيره الإسباني بيدرو شانسيز حاول أن يناور سياسيا عبر الحديث عن مضيه باتجاه إنهاء وجود التحالف الدولي بالعراق مستدركا برفضه مهاجمة البعثات الدبلوماسية في البلاد أكدنا على أهمية الالتزام بالتفويض القانوني الممنوح من قبل الحكومات العراقية السابقة لهذا الوجود باحثون في المجلس الأطلسي للدراسات أكدوا أن دعوة الإطار التنسيقي للتحالف الدولي بالرحيل لا شأن لها بالسيادة في العراق بل هي محاولة لتعميق نفوذ إيران ووكلائها في البلاد وهو نفوذ ترى تهران أنه ما زال منقوسا ولعل مشاهد تحليق طائرة أمريكية على علو مخفض فوق مقر لملش الحجد في الموصل وبشكل ساخر يلخص حجم المأزق الذي يمر فيه ما يسمى بمحور المقاومة اشتركوا في القناة